بسم الله الرحمن الرحيم أعزاء الطلاب إن شاء الله نبتدي مع بعض الجزء الثامن من الفاصل الرابع لمقارن نظم التجليل في الجزء ده جماعة ناخد طريقة اسمها البرينبتب شورت استجوف فرست تعال ناخد الطريقة بمثال هنبدأ مع بعض بالجدول بتاعنا البروسز والاريفل تايم والبرست تايم ونبدأ مع بعض نقول إن كل بروسز اللي هي محدد وبرست تايم محدد وتعال نعتبر إن كل مكتوب بالسواني جميل تعال نشوف مع بعض الطريقة دي الطريقة بتقول إيه؟ بتقول إن إحنا لازم نبتدي دايما بالبروسز اللي هي أول بروسز دخلة النظام مين أول بروسز دخلة النظام يا جماعة؟ اللي هو بي وان طيب وليه؟ ليه إحنا عايزين بي وان؟ لأن إحنا محتاجين دايما السيبيو تبقى دايما بتعمل يصف الورك يعني عمل مفيد طالما بي وان هي اللي موجودة ندخلها الأول طيب ندخل بي وان الأول مع بعض أدا بي وان هي تقعد من صفر حتى الثانية an 2 يحصل حاجة عند الثانية an 2 يا جمعة ايه هي؟ يحصل إن فيه بروسز بي 2 تيجي شايفنا؟ here وده معنى إيه؟ معنى إن البروسز دي أقل من البروسز بي واحد في البروسز باي صح؟ جميل طيب الطرقة بتقول لنا ايه بتقول لنا والله لو في بروسس جاد اقل في البرست تايم من بروسس اللي قبلها تخرجها وتعود هي مكانها طب هتخرجوا بعدين البي واحد سبع ثواني اتنفذ منها لغاية دلوقتي كم ثانية ثانيتين يتبقى لعندي كم ثانية خمس ثواني اقول لها خلاص يا بواحد ما تقلق ايش انت هتخرج دلوقتي لكن عندي هالليك خمس ثواني هتخدمه فيما بعد جميل بروسس بي 2 تيجي تقعد بنكامل يا جماعة من اتنين الاربعة عند الثاني اربعة يحصل حاجة جديدة ايه هو فعلاً عند الثاني اربعة يحصل حاجة جديدة ايه هي ان بيت لات جد وبيت لات جد يعني ونقرن بقى بيها البرست تايم بتاحتها بصر mł�� camouflage برست تايم هنا بواحد ثانيه طب من ايه التأقل في البازار gy بيت لات ولا بيت他們 لا بيت لات أقل تعمل ايه بيتها تدخل المكان بيت لات اكتأتي بس خلي بالك في نقطة مهمة هنا ايه هي اني بيتنين قعدت تنتظر ايه عادة تتنفس كم ثانية ثانيتين وهي محتاجة كم ثانية اربعة نشطب على الاربعة ده ممكن لو نقولوا ما خد لبالك يا بيتنين هتخرج دلوقتي لكن عندي ليك ثانيتين هتاخدلون فيما بعد جميل بتاتي هتدخل وترعد من الثانية كام من اربعة الكام ها لخمسة ليه من اربعة لخمسة لان عندي الثانية خمسة هيكون خلاصت شغلها هيكون البرستان بتاعها ومشت وعند الثانية خمسة هيحصل حاجة كمان جديد ايه هي ان ايه بيت اربعة هتيجي بص كلا على بيت اربعة وصلت عند الثانية خمسة بالبرستان بتاعها بكيام باربعة وعند الثانية خمسة هيحصل نوع من الجدال شوي هي الجدال ان هتلاقي بيه واحد واقف منتظر وبيتنين كمان منتظرة وبيت اربعة جدت مش كده عند الثانية خمسة اللي احنا شايفينها دي طب ندخل مين نبدأ بقى مادام هم كلون موجودين نبدأ ان يدخل الاقل في البرستاني مين اقللهم في البرستاني يا جماعة صاحب رفو عليك بيتنين يقعد من خمسة لسبعة ياليهم مين ها بيه اربعة فعلا يقعد من سبعة لحداشر اربعة ثواني ياخدهم والخمس ثواني الاخير اللي بتاع مين بيه واحد يقعد من حداشر لستاشر يقعد ايه ياخدهم وايه وينتهي شغل العمليات اذا ملخص الطرقة دي يا جماعة ندخل الاول اول واحد بدأ النظام يدخل الاول لكن بعد كده لو جاءت ايه بروسس اقل تخرجه وتعيد هي مكانها والله لو تبقى له مفترة التنفيذ ياخدها فيما بعد بعد ما تكون البرست كلها وصلت نبدأ نلتبهم بقى من الاصغر ايه في الصفات الاكبر في الاكبر جميل نحسب مع بعض بقى ايه الويتينج طايم ايه لكل البرستاني وبقى نحسب الابرتش نقول كده الويتينج طايم طيب تفتكر الويتينج طايم لي بي واحد بكام يا جماعة بي واحد لويتينج طايم بتاع بكام بص كده بي واحد اول ما جاه دخلت مش كده لكن ما تنساش ايه قاعد الفترة دي كل هيتنفذ شايفين اه من كام لكام من 11 ناقص 2 يعني قاعد 9 ثواني يتنفذ طيب بي 2 انتظر فترة زمانية قد ايه بص كده على بي 2 اه بي 2 اول ما جاه دخلت لكن لكن ايه قاعد الفترة دي كلها ايه ساكت ويتينج مش كده يبقى قاعد من كام لكام من 5 ناقص 4 يساوي واحد طب يا جماعة بي 3 بي 3 ما عم بيش مشاكل اول ما جاه دخل على طول وما تنتظرش حد ومشى يبقى الويتينج طايم بتاعه بكام بصفر طب بي 4 الويتينج طايم بتاعه بكام يا جماعة بي 4 ايوا مزبوط بص كده على بي 4 معايا بي 4 دخل عند الثانية كام ها 7 بس وصل عند الثانية كام صحي كده وصل عند الثانية 5 يبقى 7 ناقص 5 يعني الويتينج طايم بتاعه بكام باتنين نحسب الاورج بقى مع بعض يا جماعة نقول ايه مجموحهم على عددهم تسعة زائد واحد زائد صف زائد الاثنين على عددهم اللي هو كام على 4 يعني بكام ثانية يا جماعة بالتلات ثواني زي ما حنتفق لها جميل طب تيجي نحسب مع بعض الاورج ايه تيرن اراوند طايم نكتب مع بعض كده تير اراوند طايم ونمسك بروسس 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 بواحد انتهت عند الثانية كام يا جماعة 16 اكتب كده 16 طب الارايفل طايم بتاعها بكام بصفر ناقص ارايفل طايم صح ناقص صفر يعني هما ب16 طب بيه اتنين يا جماعة انتهت عند الثانية كام شايفين بيه اتنين صح عند الثانية 7 والارايفل طايم بتاعها بكام يا جماعة بصك بيه اتنين يبقى 7 ناقص 2 بخمس يبقى اذا زي ما حتفقنا قبل كده زمن الانتهاء ناقص زمن القرابل. طيب طبق القعدة هنا عندي كمان بثلاثة انتهت امتى يا جماعة؟ شاب بثلاثة ايوه انتهت عند الثانية خمسة. ووصلت عند الثانية كام? اربعة. يبقى بكام بواحد. طيب بيه اربعة يا جماعة. انتهت عند الثانية كام؟ صاح برفع عليك. بيه اربعة انتهت عند الثانية طيب وده الاريفل بتاع بكام بخمسة يعني 11 نقص خمسة بكام بستة اذا نعمل ايه بقى نجمحهم ونقسم على عددهم نقول ايه 16 زائد خمسة زائد واحد زائد ستة على عددهم اللي هو كام على عددهم اللي هو الرابعة هتطلع عندنا بكام يا جماعة صح مروروا عليك سبعة ثواني اذا الافرج ويتنج اطلع بكام بثلاث سواني والافرج ترنرون تطلع بكام يا جماعة سبع ثواني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته